موسيقى موسيقى من بلدة كفر نحوم القديمة وطن المسيح الثاني عند بحيرة طبرية رح أتكلم عن معجزة شفاء ابن الرجل الشريف بالحقيقة هذه المعجزة حدثت في قانا الجليل إذا بنرجع لإنجيل يوحن الإصحاح الثاني كانت أول معجزة حول المسيح الماء إلى خمر لكن المعجزة الثانية كانت في الإصحاح الرابع بحال ما سمع هذا الرجل الشريف عن قدوم يسوع من منطقة اليهودية يعني من منطقة أورشاليم وكان في قانا يعني رجع إلى قانا فأكيد راح مع حاشية بأسرع وقت بده يكون على الخيل ووجد يسوع المسيح في قانا ابنه كان مريض في هذه البلدة في كفر نحوم يعني المسافة كانت أو المعجزة هي عن مسافات إذا أخذنا من قانا لكفر نحوم هوائيا 26 كيلو متر لكن إذا بتسوق بالسيارة اليوم من قانا إلى كفر نحوم إلى المنطقة الشمالية شمال غرب بحيرة طبرية بتاخد 35 كيلو متر فالمعجزة هي في قانا الكلمة اتكلمها في قانا المعجزة حدثت في كفر نحوم هذا الرجل الشريف يعني هيك اسمه يعتبر خادم الملك أو ضابط ملكة من رجال الحاشية الملكية مسؤول ملكة طبعا مرتبط بخدمة الملك والكتاب يمكن يكون خوزي لهو وكيل هيرودوس أنتيباس لا نعرف ولكن كان رجل شريف من بلاط رجل البلاط الملكة الإبن كان مريض في كفر نحوم وكان على وشك الموت وعندما جاء إلى يسوع المسيح ألحى عليه أن يذهب معه إلى كفر نحوم والرب يسوع تكلم بشيء عجيب يعني شوي قال لم تؤمنوا إن لم تروا الآيات والعجائب ولكن واضح إيمان هذا الرجل ألح على يسوع المسيح قال له يسوع المسيح اذهب ابنك حي والشيء العجيب إيمان هذا الرجل الشريف بالنيابة عن ابنه أو كما يقول الكتاب المقدس في مزمور 107 أرسل كلمته فشفاهم فإذن في معجزات كثير في الكتاب المقدس معجزات المسيح كانت فورية علنية لأنه لما استكشف هذا الرجل وجد أنه فعلا أنه ابنه شفية في اللحظة اللي المسيح اتكلم ها الكلمة وهذا السلطان حتى من شوفه في الرسل مثلا بطرس الرسول اللي هو بيته كان في كفر نحوم مكتوب عن بطرس يخيم ظله على أحد منهم كان يتشفى الكتاب المقدس بيتكلم عن بولس الرسول في سفر أعمال الرسل وكان الله يعمل آيات غير المعتادة على يدي بولس كانوا يأتون بالمناديل والمآذر كانوا يحطوه على جسد بولس وكانت الناس تشفى من الأمراض هذا الرجل جاء إلى يسوع المسيح ولاحظ معي أولا هذا الرجل آمن بالكلمة آمن بكلمة يسوع المسيح أن ابنه قد شفية وهذا بتذكرني كمان مثل شفاء ابن قائد المئة من بعد عندما قال له قل كلمة لست مستحقا أن تدخل تحت سقف ولكن قل كلمة فيبرأ غلامي وفعلا نطق المسيح بالكلمة وغلامه شفية وهكذا الرجل الشريف ابنه شفية في تلك اللحظة شفية عن طريق قوة الكلمة شيء تاني مش بس آمن بالكلمة آمن بالشخص آمن بالرب يسوع المسيح هو وأهل بيته كان بالنسبة له علامة واضحة جدا بسلطان المسيح بقدرة المسيح الفائقة أنه لا تحد المسيح المسيح أي مسافات فهو الخالق وهو المحي مكتوب عن يسوع فيه كانت الحياة فإذن آمن بالرب هو نفسه آمن قبل أن يرى المعجزة ألم يقل يسوع المسيح طوبة للذين آمنوا ولم يروا هذا ما فعلوا مع قائد المئة هذا ما فعلوا مع الرجل الشريف هذا ما فعلوا مع المرأة الكنعانية التي جاءت من أجل ابنتها المعذبة بروح شرير برضو نطق الكلمة ابنتها شفيت في البيت المسيح العالم بكل شيء الحاضر في كل زمان وفي كل مكان القادر على كل شيء له السيادة والسلطان المطلق الكامل فيستطيع أن يشفي مكتوب عن يسوع المسيح هو هو أمس واليوم وإلى الأبد مكتوب أيضا أو كما قال يسوع أنا هو الألف والياء البداية والنهاية الأول والآخر وقال أيضا الكائن الذي كان الذي يأتي القادر على كل شيء عجيبة معجزات يسوع المسيح الكلمة في قانا الإبن شفية في كفر نحوم وعندما أنظر إلى هذه البحيرة الجميلة أتذكر معجزات المسيح عندما هدأ العواصف عندما مشى على الماء عندما أشبع الألاف في الطابغة مكان قريب جدا من هنا ورائي خلفي خمسة آلاف رجل معدى النساء والأولاد من خمسة أرغفة وسمكتين هنا صنع معجزات كثيرة شفاء المفلوج شفاء حمد بطرس شفاء غلام قائد المئة شفاء الرجل اللي فيه روح نجس في المجمع شفاء الرجل اللي كانت يده يابسة ومعجزات كثيرة مكتوب فشفاهم كثيرا ولا ربما بتتساءل يعني إيه اللي أنا ممكن أتعلم وأنا موجود في كفر نحوم فعلا المكان جميل جدا وفي كل مكان بيوحي حضور الرب فعلا فعلا وأنا مش مفكر في الأشياء الجسدانية يعني واحدة من الأشياء المحببة لما باجي وبتأمل وبدرس وبقرأ في هذا المكان وبتأمل كل تحركات المسيح حول بحيرة طبرية إن هذه المعجزة معجزة عظيمة بكلمة شفاء المسيح من مسافات فهو الذي يستطيع أن يشفي كل أنواع المرضى معجزاته حتى يعني سواء فيزيائية أو كيميائية أو يعني الجاذبية كلها صنعها يسوع المسيح لأنه هو الخالق وهو خلق نموس آخر اللي بيتحرك من خلاله لأنه هو القادر على كل شيء وأنا عاوز أقول شيء مهم في الختام لربما أنت بتعاني من مرض بتعاني من مأساة من كارثي من مشكلة فيك ترفع عينيك للرب يسوع المسيح وتقول له يا رب كما شفيت ابنة الكنعانية من مسافة كما شفيت غلام قائد المئة كما شفيت ابن الرجل الشريف من مسافة تعال يا رب المسني مد يدك على حياتي وأنا من هذا المكان بصل في اسم الرب يسوع إنه يلمس كل ضعيف وكل مريض وإنه الرب يحرر كل مقيد ويعطي الشفاء الكامل جسداً نفساً وروحاً لحياتك في اسم ربنا يسوع المسيح